الموعد الاقتصادي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل يعقد وزراء طاقة دول الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حضر على واردة النفط الروسي بحلول نهاية العام مع فرض قيود على الواردات تدريجيا حتى ذلك الحين فدت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر أوروبية وصفتها بالمطلع أن هناك اتفاق بين أعضاء الكتلة الأوروبية على حضر النفط الروسي قد يعلن في غضون الأيام القليلة المقبلة وبحسب نشرة أوبل برايس الأمريكية فإن ضغوطنا أمريكية على بعض أعضاء الكتلة الأوروبية المعارضين للحضر أدت إلى إنهاء الخلافات داخل دول المجموعة والتي باتت جاهزة لإعلان الخطوة هددت المجر باستخدام حق النقض ضد أي اقتراح أوروبي يؤدي إلى تقييد واردات الطاقة من روسيا وأكد وزير مجلس الوزراء المجاري غريغيلي غورياس أن بلاده لن تدعم تدعم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لتشمل مجال الطاقة أتفقت حكومة أوربان مع روسيا على السماح بتحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل في اختبار لسياسة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي أوضحنا أننا لن ندعم أبداً تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لتشمل مجال الطاقة بما أن مثل هذه القرارات تطلب الإجماع فليس من المنطق أن تقترح المفوضية عقوبات تؤثر على الغاز الطبيعي والنفط الخام التي من شأنها تقييد مشتريات المجر أوضحنا أننا لن ندعم أبداً تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لتشمل مجال الطاقة بما أن مثل هذه القرارات تطلب الإجماع فليس من المنطق أن تقترح المفوضية عقوبات تؤثر على الغاز الطبيعي والنفط الخام التي من شأنها تقييد مشتريات المجر أوضحنا أننا لن ندعم أبداً تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لتشمل مجال الطاقة بما أن مثل هذه القرارات تطلب الإجماع فليس من المنطق أن تقترح المفوضية عقوبات تؤثر على الغاز الطبيعي والنفط الخام التي من شأنها تقييد مشتريات المجر حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مما أسمعه من كارثة اقتصادية محتملة في حال اتخاذ قرار أوروبي متسرع لحظر النفط الروسي هابيك وفي تصريحات أدلى بها عقب اجتماع مع اتحادات الشركات المتوسطة في برلين الاثنين دع المجموعة الأوروبية لتجنب ما أسمعه اتخاذ قرار متهور جراء حظر وارداتي الخام الروسي توقع عن استمرار اتفاع أسعار الطاقة لا أعرف ما إذا كان حظرا نفطيا شاملا على وشك الحدوث نسمع عن مبادرات مختلفة وأتحدث مع زملائي عن خيارات متنوعة بعض البلدان تعرض فرض الحظر على النفط الروسي وأعتقد أنه ينبغي احترام ذلك لطالما عرضت ألمانيا القرار وضغطت لفهم موقفها بعد تأثر إمدادات الغاز بالعقوبات الأوروبية ينبغي أن تكون خطواتنا ذكية حتى لا نتسبب في كوارث اقتصادية ونتجنب التصرف بتهور أعلنت وزيرة البيئة الفرنسية بربرة بوميل معارضة بلادها التحول إلى المدفوعات بالروبل مقابل الغاز الروسي الوزيرة الفرنسية وفي تصريحات أدلت بها لقناة بيافهم اعتبرت وقف روسيا إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا بسبب رفضهما دفع ثمن العقود بالروبل بالإجواء الأحادي الجانب وانتهاك تام للعقود المبرمة في شأن متصل لانخفضت مبيعات الغاز الطبيعي اليومية لشركة كاسبروم إلى الأسواق الخارجية الرئيسية لتصل إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال أفريل الماضي وأظهرت بيانات صادرة عن وكالة بلومبرغ بلغة متوسط الغاز المصدر من المجموعة الروسية العملاقة ثلاثمائة وسبعة وثمانين مليون متر مكعب يوميا إلى دول خارج الاتحاد السوفيتي سابقا خلال الشهر الماضي من خفاض قدره نسبة اثنين وعشرين في المائة عن مارس وانخفضت كميات المقدرة بخمسين مليار متر مكعب التي تم شحنها في الأشهر الأربعة الأولى من العام بسبب بسبعة وعشرين في المائة تقريبا مقارنة بالعام السابق رجعت أسعار النفط في مستهى لتداولة الأسبوع الاثنين وسط مخاوف تباطئ النمو الاقتصادي في الصين تعطل محتمل للإمدادات جراء حظر الاتحاد الأوروبي نفطي الخام الروسي وانخفضت العقود الآجلة لخام برانت القياسي العالمي بأكثر من ثلاثة في المائة لتصل إلى مائة وثلاثة دولارات للبرميل بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي بأزيادة من ثلاثة دولارات لتلامس حاجز المائة دولار للبرميل وعلى صعيد الإمدادات أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن رفع مؤقت لحالة القوة القاهرة عن بعض منشآت تصدير النفط الشركة وفي بين نشر أمس الأحد كشفت عن استئناف عمليات التصدير من ميناء زويتينة النفطي من أجل تقليص المخزونات وتفريغ الخزانات وكذلك وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد حذرت مكارثة بيئية قد تحدث في الميناء بفعل موجة إغلاقات وصفتها بالمؤلمة قالت عدة حقول ومشآت نفطية في البلاد البلد العضو بمنظمة أوبك نغس التلازمات الاقتصادية المتعاقبة أجواء الفرح بعيد الفطر عبر عديد الدول الإسلامية بفعل تداعية الحرب في أوكرانيا وأزمة الغذاء والطاقة العالمية وضع اقتصادية ومالية متدهورة بددت الكثير من مظاهر الاحتفال بالمناسبة الدينية هذا العام تتحالف التهديدات الأمنية على وقع الصراعات المسلحة مع الانكماش الاقتصادي والأزمات الاقتصادية المتتالية لترسم عيدا ليسا ككل الأعياد هنا في شوارع كابول خيمت مشاعر الاستياء من ارتفاع الأسعار على أجواء العيد في العام الماضي كان بإمكان الجميع شراء الكثير في عطلة العيد لكن هذا العام تمكنت للتو من شراء نصف كيلوغرام من بعض أنواع الفاكهة التي يمكنني تحملها والآن بعد أن اصبع الاقتصاد هشا كما كان من قبل نحاول فقط إيجاد طرق للتعايش معها بعد طالبان الأسف كنا نأمل أن تتوقف هذه العجمات هذه الأيام تعلمون أنه في شعر رمضان حصلت أكثر من خمسة انفجارات في كابول ومزار وقندز وخاصة في كابول ومزار استهدفت الشيعة أزمة اقتصادية فاقمت منها تداعيات الحرب في أوكرانيا وحالة عدم اليقين التي تسود البلاد بعد عودة طالبان لإدارة شؤون البلاد ليس مكان أو مركزا واحدا لا يجب أن تذهب إليه لتكون بمأمن من الهجمات إنهم يهاجمون في الأسواق، يهاجمون في المساجد، يهاجمون في الأماكن الدينية، يهاجمون في المراكز التعليمية، يهاجمون في المدارس لا يوجد مكان آمن عندما لا يكون هناك مكان آمن فإن الذهاب أو عدم الذهاب إلى مكان معين ليس حلا في هذه الحالة لا يمكن لأحدنا الاحتفال بالعيد لأنهم لا يملكون المال، وأطفالهم ليس لديهم ملابس جديدة وليس لديهم الأشياء الضرورية التي يحتاجونها إلى اليمن السعيد، نفس المشاهد تطبع مواطنون يئنون تحت وطأة ارتفاع الأسعار وآخرون يحتسبون الاحتفال بفطر 2022 من الكماليات ظروف اقتصادية صعبة ومخاطر من تجدد التقلبات في الاقتصاد الكلية دفعت باليمنيين واسم بلدهم باليمن التعيس وعن فطرهم بعد أول وقف لإطلاق النار منذ ست سنوات يتحدثون الله يختلف من السنة ولا السنة هذه أضعف القوة الشراء أضعف الارتفاع الأسعار أما تأثير الهدنة التي تكلمت عنها، لماذا تأثير؟ فالهدنة لا أحد المسألة للناس ولا التجار كان معاهم نبادر هذا اللي قالوا هدنة، شفنا الهدنة نحن فرحنا، الناس كلهم فرحوا نقص الصرف حاجة بسيطة ولا سعر ثابتة على ما كانت فإحنا قلنا لو افتدحت المنافذ البحرية والجوية، افتدحت المطار ما شاء الله يكون حاجة ممتازة وحاجة فائدة لليمن وشعب اليمن على غرار أفغانستان واليمن، احتفى المسلمون عبر المعمورة بأول عيد فطر بعد التخفيف من إجراءات كوفيد-19 غير أن ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية المتفاقمة نغصت أجواء المناسبة الدينية وحرمت الكثير من العائلات من أساسيات الاحتفال بها قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أن صراع الدائر في أوكرانيا أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء والطاقة والتمويل في إفريقيا جوتيريس وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السينغالي مالكي صال أكد استحالة حل أزمة الغذاء العالمية دون إعادة إدماج الانتاج الزراعي في أوكرانيا إضافة إلى إنتاج الغذاء والأسمدة في روسيا وبيلاروسيا في الأسواق الأمين العام لأمم المتحدة دعا إلى رفع جميع القيود غير ضرورية المفروضة على الصادرات لضمان تدفق مستمر للأغذية والطاقة في الأسواق المفتوحة والسيطرة على أسعار المواد الغذائية لنكن جادين لن يكون هناك حل حقيقي لأزمة الأمن الغذاء العالمي دون إعادة دمج الانتاج الزراعي من أوكرانيا وكذلك انتاج الغذاء والأسمدة من روسيا وبيلاروسيا في الأسواق العالمية على الرغم من الحرب نحن مصممون على بذل قصار جهدنا لتسهيل حوار يمكن أن يسمح بتحقيق هذا الهدف يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة في جوان المقبل هو أمر ممكن ولكنه ليس مرجحا وصف نائب رئيسي البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس إقدام البنك على زيادة سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن الشهر المقبل بالأمر الممكن مؤكدا ولكنه يقول ليس مرجحا لا يوجد سبب يمنع إنهاء مشتريات الأصول في جوان المقبل سترتفع أسعار الفائدة بعد ذلك أقد تحدث في غضون أشهر أو أسابيع أو أيام الزيادة في جوان ممكنة لكن هذا لا يعني أنها مرجحة نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة الكوريو الإسبانية توقع تسجيل نمو إيجابي في منطقة اليورو بنهاية السنة الجارية رغم الضعف الملحوظ في النمو دون الدخول في مرحلة الركود إن أي قرار سيعتمد على البيانات وتوقعات الاقتصاد الكلي الجديدة في جوليا المقبل الضعف الكبير في النمو كان ملحوظا بالفعل مع ذلك سيكون النمو إيجابيا في عام 2022 إذا تمسكنا بالتعريف التقني للركود وهو نمو سلبي على مدار ربعين متتاليين فإننا لا نره حاليا أعدت نيوزيلندا الأثنين فتح أبوابها أمام مواطني ستين دولة معفات من التأشير لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات استقبلت نيوزيلندا ألف المسافرين من جميع أنحاء العالم بعد فتح حدودها لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا في أوائل العام 2020 وفرضت نيوزيلندا أشد القيود في العالم خلال الجائحة ولم تبدأ إلا في الآونة الآخرة في تخفيف الإجراءات التي لا تحظى بشعبية واسعة على أمل تعزيز السياحة وتخفيف نقص العمالة آخر خبر في النشرة الاقتصادية المحلية نشرة اقتصادية المسائية عفوا عيدكم مبارك إلى اللقاء اشتركوا في القناة